من الشائع جداً أن نشغل أنفسنا في أمور خارج عن نطاق سيطرتنا سواء كانت تتعلق بأفعال الآخرين أو الظروف غير المتوقعة لبيئتنا ولكن عندما تذكر نفسك بأن سيطرتك لا تمتد إلا على أفعالك واستجاباتك فإنك سوف تخفف من الضغوط المترتبة على محاولاتك الدؤوبة في التحكم في نتيجة كل موقف في الحياة إن قبول حقيقة أن سيطرتك تقتصر على نفسك تحرر قدراً كبيراً من الطاقة العقلية والعاطفية قد كنت تضيعها لتغيير الآخرين أو المواقف قدم لنا عالم النفس كيرت لوين مصطلح دوائر التأثير هذا المفهوم قدم لنا في الأربعينات القرن العشرين وقد استخدم هذا المفهوم لتوضيح القوى الاجتماعية المتنوعة التي تؤثر على سلوك الفرد ومواقفه لكن بالإمكان التوسع في مفهوم دوائر التأثير في حياة الفرد إلى صياغة أخرى فعندما ننظر لوظيفة دوائر التأثير ندرك ضرورة محاولة التخلي عن السيطرة على الأمور التي تقع خارج نطاق سيطرتنا الفعلية ولكن كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ تصور مخططاً يظهر دائرة صغيرة تمثل السيطرة ودائرة أكبر تمثل النفوذ ودائرة أكبر منها تمثل الاهتمام تشمل الدائرة الأولى دائرة التحكم وهي صغيرة نسبياً تشمل عناصر تقع ضمن نطاق نفوذ وسيطرة الفرد وتتكون هذه الدائرة الداخلية من الأمور التي يستطيع الفرد السيطرة عليها فعلياً بواسطة أفكاره وكلامه وأفعاله أملياً هناك عدد قليل جداً من الأشياء التي يستطيع الفرد أن يتحكموا فيها فنحن نتحكم فيما نفعله بأجسادنا مثلاً لكن بعد ذلك كل شيء آخر تقريباً يقع خارج دائرة السيطرة ومهما حاولنا جاهدين فلن نتمكن من التحكم في هذه الأشياء التي تخرج عن سيطرتها في مجال العلم النفس تتعلق دائرة التحكم بالجوانب التي يمكن للفرد التأثير عليها في البيئة التي يعيش فيها يميل الأفراد الذين لديهم موضع تحكم داخلي إلى الاعتقاد بأنهم قادرون على تشكيل مستقبلهم في حين يميل أولئك الذين لديهم موضع تحكم خارجي إلى الاعتقاد بأن الظروف الخارجية تصنع حياتهم بشكل أساسي تتمتع دائرة التحكم بأهمية كبيرة في العلاج السلوكي المعرفي في علم النفس والذي يركز على القدرة على تغيير أفكار الفرد وسلوكياته لتعزيز الصحة العقلية إن تجربة القلق تتأثر بشكل كبير بدائرة نفوذ الشخص وسيطرته فالأفراد الذين لديهم شعور محدود بالسيطرة غالبا ما يذكرون لنا مستويات مرتفعة من القلق وعندما يعز الشخص ظروفه إلى عوامل خارجية فقد يشعر بالعدز والافتقار إلى امتلاك زمام الأمور في حياته ويمكن أن يساهم هذا التصور في زيادة القلق والتوتر وعلى العكس من ذلك يشعر أولئك الذين يركزون على دائرة سيطرتهم عموما بمزيد من التمكين والقدرة على إدارة حياتهم مما يؤدي أن خفاض مستويات التوتر والقلق لديهم ثم تأتي الدائرة الثانية وهي أكبر قليلا من الدائرة الأولى وتسمى دائرة التأثير تتضمن الأشياء التي يمكن للفرد التأثير عليها وتشمل هذه الدائرة الأمور التي نستطيع أن نؤثر فيها فقط فيما يخصنا نحن لكن لا نستطيع التحكم بما سوف يحدث بعد ذلك من نتائج لنقرب الصورة قليلا مثلا في الدول الديمقراطية يستطيع الفرد أن يتقدم بالتصويت لصالح أحد المرشحين وفي هذا يكون الفرد قد فعل كل ما في وسعه أن يفعله لكنه لن يستطيع التحكم بنتائج الانتخابات في هذه الدائرة لا نستطيع أن نتحكم في ما يفكر فيه الآخرون عننا لكننا نستطيع فقط أن نتحكم فيما يدور بأذهاننا عن أنفسنا أن سمعتك تتحدد من خلال تصورات الآخرين عنك وهذا هو جوار السمعة ذات وها وهذا الجانب بالطبع خارج عن سيطرتنا ومع ذلك فإن العنصر الوحيد الذي يمكنك التحكم فيه هو شخصيتك لا يمكن فرض سيطرتك على الناس بل من الضروري فهم وجهة نظر الآخرين وحين تكون على دراية بخلفياتهم ومعتقداتهم وقيمهم ربما ستكون أكثر تسامحا معهم كثرة التركيز على الأمور الخارج عن سيطرتك يفقدك الثقة بالنفس إن مفتاح بناء السيقة يكمن في التركيز على الجوانب التي تقع ضمن سيطرتك بدلا من الأمور التي تقع خارج السيطرة عندما تركز الذهن على ما يمكنك التحكم فيه سوف تشعر بمزيد من القوة والحافظ لتكون مبادرا لحل تحديات الحياة إن تغيير القواعد التي تحكم تفكيرك فيما تظن أنه يتحكم بك سيؤدي بالتالي إلى تعديل معايير ما يمكنك التحكم فيه وفي نهاية المطاف تبقى في هذه الدائرة الثانية أمور كثيرة خارج سيطرتنا لتخفيف القلق من خلال إطار دائرة التأثير يجب على البر أن يركز على الجوانب التي تقع ضمن دائرة السيطرة من الضروري التعرف على العناصر التي يمكنك إدارتها واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها فيما يتعلق بتلك الأمور ضمن دائرة تأثيرك اعطي الأولوية للتأثير عليها بشكل إيجابي بدلا من الاستسلام للقلق أما الدائرة السالسة فهي دائرة الاهتمام تشمل دائرة الاهتمام كل الجوانب الخارجة عن سيطرة الفرد إن دائرة الاهتمام تشمل مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك الحروب والكوارث الطبيعية ودورة الاقتصاد في العالم وقوانين العمل ومعدلات الجريمة ومستقبل أولادنا واختياراتهم في الحياة في هذه الدائرة نستطيع أن نقدم النصح لأولادنا أو نستطيع أن ندعم المؤسسات الإنسانية أو نشارك في المؤسسات التي تحافظ على البيئة لكن يجب أن ندرك أننا من غير المرجح أن نحدث تغييرا كبيرا داخل دائرة الاهتمام التركيز على دائرة الاهتمام بشكل مبالغ به يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بنا لأنه يستهلك الوقت والطاقة والموارد العديد من الأفراد يخصصون قدرا كبيرا من الوقت للأمور التي تقع ضمن دائرة اهتماماتهم وكلما كرسوا البزيد من الوقت والطاقة للقلق بشأن الأمور الخارجة عن سيطرتهم كلما أصبحت حالتهم العاطفية أكثر سلبية وعلى النقيض من ذلك فإن تخصيص الوقت والطاقة للقضايا التي تقع ضمن دائرة السيطرة يمكن أن يعزز بشكل كبير من مشاعر السعادة والرفاهية لا يمكننا التحكم في كل جانب من جوانب الحياة وهي حقيقة يجد الكثيرون صعوبة في قبولها ومن المؤسف أننا غالبا ما نركز الذهن على العناصر التي لا يمكننا التأثير عليها يمكن أن يؤدي التركيز على عناصر خارج إيرادتنا إلى تعزيز حلقة من القلق حيث ينتج القلق المتزايد من محاولاتنا لمقاومة الاعتراف بنقص قدرتنا على السيطرة على مواقف معينة خارجة عن إطار سيطرتنا يمكن أن يؤدي القلق إلى استنزاف طاقتنا وقد يسبب القلق نوبات من الهلع والاكتئاب إلى جانب بعض الأعراض الجسدية مثل الصداع وارتفاع في ضغط الدم وتوتر العضلات وعدم الراحة في الجهاز الهضمي في لحظات التوتر أو القلق من الشائع تجاهل درجة السيطرة التي تمتلكها ومع ذلك فإن أخذ لحظة للتفكير يمكن أن يكون مفيدا حاول أن تصنف مخاوفك إلى ثلاث فئات الجوانب التي يمكنك التحكم فيها والجوانب التي لا يمكنك التحكم فيها وتلك التي تقع بينهما عندما تجد نفسك مشغولا بأمور خارج عن سيطرتك قم بإعادة توجيه الانتباه إلى الجوانب التي يمكنك التأثير عليها أيضا توجيه جهود الفرد نحو دائرة التأثير بدلا من دائرة الاهتمام يمكن الأفراد من توسيع دائرة تأثيرهم وبالتالي تعزيز قدرتهم على إحداث تغييرات إيجابية في حياتهم يمكن أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة النجاح والسعادة بطبيعة الحال أن التركيز على ما يقع تحت سيطرتك لا يعني إلا مبالا بالعالم أو إلا مبالا بحياة من حولك لكن من خلال التركيز على ما تستطيع التحكم فيه سوف تصبح أكثر قدرة على التعامل مع المواقف بوضوح وقصد وسوف تستطيع الدفاع عن القضايا التي تتوافق معك وتدعم أحبائك بشكل فعال حاول أن تمارس مهارة التركيز فهي القدرة على الحفاظ على الانتباه ومواصلة الانتباه لتحقيق هدف أو مهمة أو مسعى محدد إن إتقان مهارة التركيز يمكن أن يساهم بشكل كبير في النجاح في الحياة وتمكينك من إدارة الجوانب التي تقع ضمن سيطرتك وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا على المتابعة مع استرلامة ترجمة نانسي قنقر